الهاذقية يا عطر السواحل السورية يا أيكونة مجال شغلي بالواقع هو تدريب الكوادر الشبابية والأسرية أيضا على موضوع القيادة والإبداع ببحث كثير بموضوع نشر فكرة صناعة القائد وصناعة المبدع بمجتمعاتنا العربية وبركز عموما على تعزيز دور المرأة وخاصة دور الأسري والمهني بنفس الوقت هذا بشكل مختصر وهالشي يتم طبعا عبر سلسلة من المحاضرات والكورسات اللي بقدمها بمختلف الأماكن التدريبية سواء داخل مصر أم خارجها أنا تقريبا بمصر إلي من 2012 وقدرت خلال هالأربع سنوات أسس شركة تدريب ومن خلالها قدرت أنطلق بساحات مصر التدريبية بجامعات مصر كلها حبيت اليوم أختار لكم معلومة من الكتاب هنا مجلبين طبعا واحد مننا بيحكي عن إعجاز رب العالمين في عالم الأسماك حنالي 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 لا عطت بينا حظي صاري مع أنور هايزي هاتي لعشوفة بتشتغل بالصوف مؤخراً نعم بشتغل على موضوع إعداد وصناعة المرأة القيادية وهذا كورس من أهم الكورسات اللي بنشتغل عليها بتدخل لعنا المتدربة نحن نعطيها مجموعة من الحقائب التدريبية مثل صناعة القائد مثل التفكير الإبداعي مثل التواصل الفعال ونجومية التواصل مثل السقة بالنفس سحر الكاريزما مثل الإتيكات حتى ندخل معها لموضوع ثقافة الشخصية بتأخذ معنا كورس القراءة السريعة والخراءات الزهنية وهي من تقنيات التذكر كمان بشتغل معها على الصعيد الأسري في كورس مخصص للشابات هو بعنوان كيف أختار شريك الحياة وهي نقطة كتير مهمة كمان حبيت أكمل على اللي قدمه الشباب مبارح حنعمل مع بعض بعد شوي تجربة حنشبه إنه هذا الأباح للغير هي حياتنا حيات كل حدثينا نخلق على الفترة نخلق من حب الخير كورسة نرجع من جديد نستعيد طاقتنا ونزيل كل السواد لمقلبنا بالاستعانة برب العالم بالواقع جيتي على مصر كان إلى قصة أنا بداية الأحداث بسوريا وبداية انطلاق الثورة السورية طبعا كنا جوا وحضرت سنة كاملة من أحداث الثورة السورية ما بين 2011 ل2012 وكان القصف لما يبدأ يجي علينا كنت أنبطح أنا وزوجي وأولادي على الأرض لحتى نحمي حالنا من الرصاص اللي داخل من الشبابيك فسنة كاملة من الأوجاع ونحن قاعدين جوا بعدين طريت انزح أنا وأطفالي من سوريا إلى مصر بسبب أنه أخي أصلا كان هون وتعرض لمشكلة صحية كبيرة وكان لازم أنا أكون معاه كل فترة دراستنا بجامعة زويل نتذكر فلسفة الخيزران ولكن بشكل عام أنا تعلمت من دكتور طارق فلسفة البذور وقانون لأن الإبداع ما إلى ذلك ووحدة لا مجال الدرسة بس دراسة جامعة لقد نتعرض لطيفة أنه كل يوم كل يوم بيروح على الأرض بحذ ما رحط البذور بيسئيها شوية ماي وبيرجع على بيته من أولوجتي يلا حالتي 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 شاعدتي وقانون 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 موسيقى هو بالواقع بداية جيتي على مصر جيت مع زوجي وأولادي وأصلاً أهلي كانوا موجودين هون من قبل مني فعشت مع أهلي مباشرة هالشي سهل علي موضوع السفرات أولادي بأمان مع جدتهم مع خالتهم بالبيت فهذا سهل علي موضوع لو عندي سفرة برات القاهرة أو حتى برات مصر اللي صار أنه أكبر تحدي يمكن عشته بفترة تواجد مواصر هي أنه بعد فترة حوالي سنتين من قادتنا بمصر لما تغيرت الظروف في مصر وتغير الوضع كلياته كثير من السوريين نزحوا عبر رحلات الهجرة غير الشرعية طبعاً من خلال شواتق مصر أملاً في الوصول إلى بلاد أوروبا أملاً في حياة أحسن أملاً في مستوى نفسي أحسن حتى بالنسبة لأطفالنا أملاً في مستوى دراسي أفضل فكان زوجي من أحد الناس اللي طلعت بهذه الرحلات الهجرة غير الشرعية فيني أعتبرك أنه ممكن عم نمر بلاحظة يأس بدنا بداية جديدة بعد ما فقدنا الأمل بكل شيء للأسف الرحلة ما وصلت وغرق مع 450 شخص في بحر البحر المتوسط فهذا كان أكبر تحدي إلى إلي أن أنا كأم سوريا نزحنا من تحت الحرب وفقدت زوجي وما هي أربع أطفال كيف تكمل؟ كيف تدعيش؟ كان قدامي طريقين إما أنه استسلم وانكسر واستسلم للأحزان وعيش حياتي عادية اكتفي بأنه حدا يساعدني مثلاً أو أنه اختار الطريق الثاني أنه كمل برسالة التدريب وبرسالة الإعلام بالإضافة لرسالة الأمومة اللي أنا عم مارسة مع أولادي أشبالها المحطة الأخيرة التي المطلوب يقول بداية أكيد طبعاً يا سنينة كانت جنباتي دائما يا سنينة تشبه المرأة بشكل عام إن شاء الله